أريد أن أتأمل معكم اليوم دابة الأرض أقوال كثيرة للعلماء ولكن هذه الآية تبقى من آيات الإعجاز الغيبي ولكن أنا أقول دائما كل آية موجودة في القرآن لابد أن يكون فيها عبرة وموعظة وفائدة ودليل وبرهان لنا نحن اليوم يعني عندما يحدثنا القرآن عن دابة الأرض التي تخرج في آخر الزمان وتكلم الناس لابد أن يكون هناك دلائل علمية حقائق تفيدنا في تأملنا وتدبرنا وتزيدنا إيمانا في القرآن الكريم ليس هناك أي شيء مجهول يعني في كتاب الله تبارك وتعالى لا يوجد شيء نقول هذه الآية لا فائدة منها اليوم لا في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان هذه الآيات لها دلالات لها فوائد لها عبرة ولها تأثير على المؤمن يتعلق بالشفاء وبزيادة اليقين وبمزيد من الإيمان والتسليم لله تبارك وتعالى الله تعالى يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فكيف نزداد إيمانا في شيء مجهول إذن لابد أن يكون هناك شيء علمي وعقلي ومنطقي نستفيد منه حول موضوع ذابة الأرض الحقيقة أيها الأحبة بعض الباحثين أخطأ عندما اعتبر أن كلام الله تبارك وتعالى عندما قال في سورة النمل هذه السورة طبعا سورة عظيمة جدا أيها الأحبة سورة النمل من السور العظيمة جدا والتي فيها إعجاز مميز الله تبارك وتعالى يقول عن دابة الأرض وإذا وقع القول عليهم ما معنى وقع القول عليهم؟ أي جاء وعد الله الذي يدركه كل مننا يعني مثل أنت تقول لشخص هناك زلزال قادم وهو يكذبك فعندما يقع هذا الزلزال يقول بالفعل أنت صادق وأدرك أن هذا الأمر حق ولكن بعد فوات الأوام الميز أن القرآن يعطيك أيها الإنسان الفرصة تلو الأخرى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون بعض الناس أخطأ للأسف قال تكلمهم أي تجرحهم لأن كلمة كلمة تعني بمعنى حدث أو قال وتأتي بمعنى جرح فهذا الكلام بعيد تماما عن لغة الآية تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يعني هل يعقل أن يقول تجرحهم أن الناس كانوا بآياتنا؟ لا هو كلام وكلام حقيقي إذن هذا الموضوع انتهينا منه هناك أقوال كثيرة للمفسرين في هذه الآية ولكن كلها اجتهادت نحن نريد أن نحلل هذه الآية علميا أولا لماذا وضع الله هذه الآية في سورة النمل؟ لماذا لم توضع في سورة البقرة أو سورة آل عمران أو أي سورة أخرى؟ لماذا سورة النمل؟ سورة النمل أيها الأحبة فيها إشارة لكلام دابة أخرى من ذواب الأرض وهي النملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم فهذا النمل الذي يتكلم أثبت العلماء يقينا في أبحاث نشر ماها على موقعنا على الإنترنت أن العلماء التقطوا ذبذبات في المجال الصوتي الذي يمكن سماعه بالنسبة للإنسان ولكن لا يمكن أن نفقه ما يقول استخدموا طبعا أجهزة تكبير تكبر عشرات الآلاف من المرات ووصلوا إلى نتيجة أن النمل بالفعل يتكلم ويتحدث ويثرثر ويحذر ولكن لم يفقهوا تماما ماذا تقول هذه النملة لذلك الله تبارك وتعالى قال في سورة الإسراء وإمي شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم لا لا تفقهون نحن نسمع يمكن أن نسمع تسبيح الكائنات يمكن أن نسمع كلام هذه الدواب هذه الطيور ولكن لا نفقه لذلك قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا فهذه إشارة أيها الأحبة إلى أن القرآن الكريم يعطيك حقائق علمية دقيقة حتى على مستوى الكلمة لو قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحهم لكان هنا خطأ علمي لأن الإنسان استطاع أن يسمع تسبيح الكائنات مثل النبات يصدر ترددات صوتية الحيوانات معظمها الفيلة تصدر أيضا أصوات النمل وتم تسجيل هذه الأصوات الآن كأن القرآن يريد أن يقول لك لا تستغرب أن دابة الأرض تتكلم هذا هو النمل مثال أخبرتكم أنه يتكلم وأثبت بالفعل يقينا أنه يتكلم ويبث ترددات صوتية وإذا وقع عليهم القول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ما هو الدليل العلمي قد يأتي ملحد وينكر هذا الكلام نقول إن العلم الآن قبل تقريبا عشر سنوات بدأ يكتشف لغة الكائنات الحية بدأ يكتشف لغة الطيور بدأ يكتشف لغة النمل هذه الآية تقول لك أيها الإنسان سيأتي زمان في آخر الزمان قبل يوم القيامة سيتطور العلم لدرجة أن العلماء سيصبح بإمكانهم أن يفهموا لغة هذه الحيوانات وهذه الدابة التي تخرج من الأرض طبعا هذه الدابة لن تكون مثل الدواب التي نعرفها سيكون خروجها معجزة بالنسبة لنا نحن كمؤمنين بالنسبة لأصحاب نظرية التطور سيعتبرون خروج هذه الدابة أنه عبارة عن اكتشاف لمخلوق جديد فقط هكذا سيعنون له وستخرج هذه الدابة وتصدر ترددات صوتية هذه الترددات لن تكون مثل الكلام الذي نسمعه لماذا؟ لأنها لو خرجت هذه الدابة وقالت إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سيأتي الملحد ويكذب يقول لها كذبتي مثلا نحن كمؤمنين ندعو الملحدين ليلة نهارا ونقول لهم إن الله موجود ولا يصدقون فهل سيستمعون إلى دابة مثلا سيعتبرونها ظاهرة غريبة تصنف ضمن الظواهر التي لم يجدوا لها تفسيرا ويبدأ كل منهم بالبحث عن تفسير الأقوى من ذلك أيها الأحبة أن هذه الدابة سيقوم العلماء بتحليل الترددات الصوتية التي ستطلقها وفقا للقواعد التي هم من سيضع هذه القواعد في اكتشاف لغة الحيوانات يعني مثلا بعد مئة سنة لن يكون العالم والعلم مثل اليوم ستتطور الأجهزة بحيث أنه أنك تستطيع أن تفهم هذا الطائر ماذا يقول كيف يخاطب صاحبه ستفهم لغة السباع مثلا سيفهم العلماء وبالفعل بدأوا ولكن البدايات متواضعة حتى الآن استطاعوا أن يكتشفوا في عالم النمل أربع أو خمس إشارات صوتية مثلا مثل تحذير إشارة تحذيرية اكتشفوها اكتشفوا أيضا النملة عندما تكون بحاجة للطعام تصدر ترددات صوتية تختلف عن إذا كانت تحذر من خطر فهناك نغمات معينة حتى في عالم الكلاب هناك نغمات استطاع العلماء أن يفهموها ولكن محدودة جدا يعني قد يكون لدى عالم النمل لديهم آلاف الكلمات استطاعوا أن يعرفوا أربع أو خمس كلمات حتى الآن ولكن هذا العلم سيتطور وعندما ستخرج هذه الذابة التي سيراها الناس لأول مرة وسيخضعونها للاختبارات وسيتم تسجيل صوتها سيقول العلماء أن الكلمات التي تطلقها هذه الذابة تقول بالحرف الواحد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الأجهزة هي من سيقيس الترددات وتعطي هذه النتائج نتائج البحث العلمي الشيء الثاني أيها الأحبة أن علم الجينات يتطور وسوف يكتشف فيما بعد بقدرة الله تبارك وتعالى أن جينات هذه الدابة فيها ما يدل دلالة يقينية على وجود الخالق عز وجل وجود إله وسيتم اكتشاف ذلك علميا وهذا ليس غريبا جامعة أكسفورد قبل السنوات قامت بدراسة وعنونت لبحث تحدثنا عنه أن الإنسان يميل منذ ولادته بفطرته للإيمان بالله وباليوم الآخر وإن الإيمان بالله موجود في جيناتنا في الجينات الوراثية داخل الخلايا موجود الإيمان بالله فهم بالفعل بدأوا باكتشاف حقائق أو دعها الله فينا تماما مثل لغة جذوع الأشجار عندما تقطع جذع شجرة تجد فيه دوائر كل دائرة تدل على عمر سنة مثلا مئة دائرة يدلك أن هذه الشجرة عمرها مئة سنة وهناك دائرة تجدها محروقة أحيانا متآكلة دليل على أن في السنة المحددة وقع حريق هناك دوائر تجدها نمت بشكل كبير في سنة معينة ودوائر ضيقة كانت نسبة النمو قليلة فيعتبر العلماء أن الدائرة التي هي واسعة أنها سنة خير أمطار غزيرة فنمى هذا الجذع أكثر من سنوات الجفاف التي الدوائر تظهر ضيقة فهم استطاعوا أن يتعرفوا على لغة جذوع الأشجار المخزنة في جذوع الأشجار كذلك هناك لغة مخزنة في التراب وفي الصخور موضوع آخر يتعلق بالكربون المشاع واليورانيوم المشاع وغير ذلك الذي يهمنا أن الجينات فيها لغة تتكلم فهذه الدابة أيها الأحبة سوف يكتشف في جيناتها بلغة البحث العلمي بالفعل أن هناك أمم منذ آلاف سنين لم يؤمنوا بالله على الرغم من وجود دليل وإثبات علمي على أن الخالق موجود عز وجل ولكن الناس كانوا ينكرون ولا زالوا فهذه الدابة ستكون حجة على من ينكرها وستجد من ينكر هذا الكلام لأن الذي أنكر الأنبياء أنكر معجزة موسى عليه السلام أنكر معجزات المسيح عليه السلام الذي أحيى الموت أمام أعين الناس قالوا هذا سحر مبين سيأتي من ينكر وهناك من يؤمن لذلك أنا أعتبر والله أعلم طبعا أن هذه الآية فيها دلائل علمية وإذا نظرنا إليها من هذا المنظور سنجد فيها إشارة إلى التطور العلمي الكبير الذي سيشهده العالم في معرفة لغة الحيوانات والدواب وهذا بالفعل نراه اليوم فنزداد إيمانا أن القرآن حدثنا عن ذلك وأن علم الجينات سيتطور ليقوم العلماء بتحليل جينات هذه الدابة وربما غيرها أيضا يعني أخرجنا لهم دابة من الأرض ليس بالضرورة أنها دابة واحدة قد يكون هناك أنواع وتصنيفات وفصائل مختلفة منها دائما في القرآن الكريم يقول لك مثلا والنجم إذا هوى لا يعني أن هناك نجم واحد فقط ربما كل يوم خمسمائة ألف مليون نجم يهوي مثلا يقول لك النجم الطارق ليس هو نجم واحد كذلك أخرجنا لهم دابة من الأرض ليس من الضرورة أن تكون دابة قد تخرج ملايين الدواب في أماكن متعددة من الأرض لذلك أيها الأحبة تدبر القرآن يعني يفرض علينا أن نوسع نظرتنا لهذه المسائل لنزداد إيمانا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وأخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته